واش ما عمركم سمعتو? عمركم سمعتو? بديك القول الشهيرة اللي تتقول تزيدو الشحمة. هي العيبة دي المعلوف. في ظهر المعلوف. تزيدو الشحمة. هي باش نكونو اكتر لطفا. لطفا شوية الاجواء اللي تتفل هاضرا. يدن كينا الحاصيلة دي المعلوف وكينا الحاصيلة دي المتلوف. المتلوف المعلوف والمتلوف. تينقصوا منها المتلوف بس يسمنوا المعلوف. تينقصوا مناش. ياخدوا من المتلوف. ويسمنوا به المعلوف. كانت هذه كتوطيقة فقط لينمر الى ادقربن. قندوز اخذو يا ادقربن. اذا شدو الاحزيمة فلا مكانة للعاطفة. واصحاب القلوب الضعيفة. يعني يبعدو ويمشوا يعني يديروا الكاشة والمانطة ويحاولوا يشخروا شي شوية إذن خلال هذا الفيديو غاد ندير لكم ذك الشي بعجالة المراحل اللي داز منها هذا الحوار الماراتوني لأول مرتين حواريني في حوار واحد جوج في واحد يعني تدير واحد وكي تربح جوج بونيكس إذن تدير واحد ما فهمش نقول ولكن من بعد غدتفهمه من بعد غدتفهمه إذن المرحلة كانت مرحلة الإعداد مني جابن موسى حتى النهار السبعة يناير الجمعة تقريبا الجمعة مني داروا إعداد يعني دك الجد والأعمال اللي غادي يوقعوه يعني في في المحضر ديال اتفاق المرحلي 18 يعني كانت دي يا مرحلة الإعداد من بعد توقيه الاتفاق ديال 18 شنير اللي كان جاء مو شكارة وعطت ضمانة عرفتوه شكون هو هاديك رئيس الحكومة وعطت ضمانة بأن هدوك الملفات كلهم غادي تسور الملفات اللي اتحصلت 27 ملف إذن غادي نشوفوا هاد الحاصلة واش حاصلة معلوفة ولا حاصلة متلوفة وهدي نشوفوها بالأرقام عقلنا أن الإعداد اللي كان دار والملف المطلبي اللي كان دار بعد الدراشة والتشخيص تشخيص يعني الدياغنوستيك وبعد الفرز والتصنيف والترتيب دوك الأسماء دوك اللي مو اللي مو تيكليك اللي تقولوهم وأسماء يعني عبارات كبيرة ولكن جوفاء جوفاء من الداخل لأن بما أنها لا تؤتي بنتائج فهي جوفاء بما أنها لم تحترم فهي جوفاء بما أنها جاءت بنتائج عكسية فهي جوفاء إذن غد يدار ونميل فغد يعود الدار بحلوكا وبحلوكا وقال سنتي حلموه باش غنبينو لكم بأن كل شي نم كمل نهائيا 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 بالنسبة لهاد السنة المالية دي الالفين اللي كان دي العملفات دي الالفين ثلاثة وعشرين تاها الكلام وبغة الأرقام يعني ما أعطوكم والو حتى في الفين ثلاثة وعشرين هادش اللي غادي يكون عنده السبق وغادي تعجب في الفين ثلاثة وعشرين يلا فيها ربعة شهر فقط ثمانية شهر تبخرت دي الالفين ثلاثة وعشرين حالي الله غادي يبدو المعالجة والتسوية المالية ابتداء من فاتح ينير الفين وعشرين لأن المفاوضين ضعاف لأن النقابات لا تمثل إلا أربعة في المئة قد هاده اللي تتمثل الشغيلة كاملة والشغيلة تتفرج لأنه لا تنخارط في النقابات والتنسيقيات التي تؤذر اللي تتكون يعني تتتعادل الميزان الوزنة تتعادلها تتتعادل الكفا يعني النقابات تكونوا أن دك يعني تكونوا في طاولة الحوار والتنسيقيات تكونوا يضغطونها في الشارع ورغم منسقي البنتهم عندهم منسيقين ديالهم ديال التنسيقيات ديال أعوذ بالله أشتر الجيل ديال اسمهم أعوذ بالله أعوذ بالله أشتر أفوان ديال السوكريطاريات ليهما اللي تبقوا تتحكموا في التنسيقيات باش كل وضح إلا أنا ديما هادوك التنسيقيات تتداروا داخل نقابات وتكونوا القواعد النقابات هما اللي تكونوا مسيطرين على التنسيقيات وبالتالي النقابة تتلعب بواحد دور مهم أنها تتكون في الحوار وهادو كرام غير ديولة هما اللي كينين في الشارع تضغطوا في الشارع والنقابات تقول لهم شدو احنا قبلوا بعد الحل احنا نرغل نشول هادوك وغد نقنعوهم والرقب بقديك اللعيبة ديال داك وكل شي كل شي بفاهمين بناتهم كل شي الادارة فاهم داك شي والامور فاهمين وهذه الامر لأن بربعة الارقام لم يتحقق اي شي من 18 نير الى الان ديال 2022 في الوقت اللي كان ستاة الميل فات واللوغة اربعة الميل فات وحتى الرابع باقي لحد الان ما تسورش ديال الاسناديين ديال الاسناديين باقي لحد الان كنو باش نتفاهموا اذا انت غد ندير اللي غد حتى انا ما اتر تبتا حاجة فغادي نبقى غادي متندردش معاكم واللبق هادي من هادي وغادي عندك شلي السلسلة كيفاش غادي تكون عندي في الدماء وغادي تيجب لا تيصير قلنا المرحلة دي الاعداد هي اللي كانت قبل من توقيح ديال ديال الاتفاق ديال المرحلة ديال 18 جنير من بعد 18 جنير وبالضبط في شهر يعني مارس قاد التماء يعني يدخلو في الليجان التقنية والليجان الموضوعاتية مراجعة نظام اساسي بتغيير تتميم الى اخره الان را ولا بناء النظام الاساسي الجديد لان النظام القديم الفين وثلاثة سيمحى سينسخ نهائيا وهدوك سبعة وعشرين ملف في اوي الملف المطلاب اللي فيها سبعة وعشرين ملف في اوي كانوا خدوه منه تلاستة فقط ستة اللي تعفقوا انهم ما غيبدوش من السفر غيبدوه بستة اللي كانوا في عادة الامزازين اللي المراسم اصلا ديالهم كانت خرجت في الفين وثمنتاعش كانت تحميلوا جوج ثمنتاعش كون باقي خصاعة تخربشة ديال قابا قاني الحاج العثماني ما بغاش لانا بن شعبون قال لي ما عندي تحاجر تلاجر ما عنديش باش مخلص مهم جاوا قال لك بدوا بذكر الربح اذا في هاد المرحلة التانية هي المرحلة اللي دخلوا حتى الخمسة وعشرين يوليوز تلاجر خمسة وعشرين يوليوز نا غنقولوش امتى انتهت انهت الاشغال ديالها نهات نهار حضاع عاش و خمسة ومن بعد نهات خمسة يعني قدموا المقترحات ديالهم نقابات بملاحظات الى اخيره ونهار خمسة وعشرين راه طرحة الوزارة اذاك الرد ديالها النهائي بالنسبة لما يعرفوا بالتفاق المرحلي منتاش نير واتلي القرارات اللي ازارتي كانوا اتطافق عليهم نقابات مع المركزيات مع ابن موسى وخرج ابن موسى من بعد في اللقاء ديال اجتماع للجنة العليا في سبعة وعشرين كانوا بغيسنو ما كانوا بغيسنو راموا فاهمين انهم بغيسنوش لانا قلت لرجعوا الفيديو كنقول لكم ان الاتفاق الاتفاق المرحلي كان عارفين اش غادي ديرو وكل سنة اش غادي ديرو وكل سنة اش من الملفات غادي ديرو غادي دوزو والكلفة المالية ديال كل الملف معروفة وداروا الجدول الزمانية اللي غادي يدار في التدقيق في شهر تسعود شهر تسعود الفين بني لجنة غادي ديرو التدقيق المالي عدد تتقسم الملفات الى الفين تلتة وعشرين اربع وعشرين اتفاق وعشرين اتفاق وعشرين اتفاق وعشرين ماليا سألها لا تناقش اذا من اه اقول من بعد يعني من مارس تقريبا الى احنا غنقولوا من يوقعوا الاتفاق ديال تمنتعاش ينير الى غاية اجدماع اللجنة سبعة وعشرين هادو المرحلة كانت فيها هذي الساعة فين كانت ترافع ترافع دير النقابات كان حوار فعلا كان تفاوض كان قراحات تتقدمها النقابات كان ملاحظات تتقدمها النقابات الى اخير هذي بالنسبة الملفات سواء بالنسبة لداخل اللجنة الموضوعاتية دير النظام الاساسي سواء اللجنة التقنية المكلفة بمعالجة الملفات الملف المطلبي الذي يضم سبعة وعشرين ملف في اوي اللي اختاروا منهم فقط داو تيديرهم مع قادهم جميع الملفات اللي كانوا ديرين مشي غير هادو تستع هكلش الملفات الاخرين كانت تيدرسوهم تيديروا الدراسة ديالهم وتيدقاوضوا عليهم الى اخره ولكن البرمجة ديالهم ديرينها عبر سنوات فاهمين انت كل ملف انت ان السنة غادي ديالهم معارفين تاتة وعشرين خبعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين كنين الملفات المرتبطين مع يعني تنزيل قانون الاضراب قانون النقابات مدونة الشغل كنين ملفات اخرى مرتبطة بتنزيل يعني الاصلاح المقياسي ديال التقاعد والخصقجة ديال المعاشات اللي غادي بدأ اتداء من فاتح فاتح يعني الارف خمسة وعشرين سينفت يفعل وغا تبدأ خمسة وستين سنة طلع الخمسة وستين سنة باصلاح ديالتقاعد في قطبين عام وخص ايبدأ من فاتح يناير الفين وعشرين مسألة لا تناقش هاد السنة غادي يدخلوا لي كانوا اجله اذا هاد السنة ديالك من غادي يبدوا غا يبدوا في النقاش الجدي في اللجنة دياله دي تت تترأسها اه وزير المالية في الدح ادن حيوار هادك المسائل مشات تل خمسة تل خمسة وعشرين يوليوز سبعة وعشرين اجتمعت اللازنة العليا قالت لي بصيرو ويجروو طوال كم تل شوتين شوتين بير كملو هادو لك الشمع اللي كانوا قالوا قالوا بأن تنين شو نصوص تطبيقيا الى اخير مرتع بالحوار اجتماعي وخاصة تنزل ومشا ويجروو طوال شهر تسعود ما كانت اشي نمي قالوا تل تسعة عش اللي اجتامعوا خمس ايام وما يعني عاك فيه ديلي الاعتكاف ديليل خمس ايام من تسعة عش تل 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 وعشرين انهت اللجنة التقنية الاشغال ديال نهائيا تل تعدى جوش المراحل 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 الاولى من طمانطعش يناير حتى سبعة وعشرين والمرحل التانيام سبعة وعشرين حتى الاتنين وعشرين آآ شويتان بير الفين وعشرين اللجنة تقنية المشتركة انهت الصياغة ديال المبادئ الاساسية ديالها وانهت المسائل ديالها اللي عندها علاقة بهذك الملفات اللي كانوا طافقوا عليه وما اربعة الملفات اللي كينين فقط ده حزم كينة نهائيا كنت لكم منها هذيك الوقت كنت لكم ما ديقول شي ملف ما غادي ده نهائيا خلال هاد السنة ديال الفين وعشرين ولا تلاتة وعشرين فقط نهائيا وفعلا ده شو اللي كين ده وزو اربعة الملفات المتصرفين اسنادا ومسلا كان اسنادي اللي خلا وامتل العام الاخر اللي قال لك باش عين هيبقوا تشاوروا مع راسهم عام من الفين واتنين وعشرين تلاتة وعشرين وما قال لك تشاور مع راسهم برغباتين منه ولا ماشي اللي ما عدوش الرغبة الى اخرين اللي بغا يغير وليم برغباتين منه داروا لهم عام وفي المرسوم فعلا بعد سنة رانتوا مشتوا انهم الى الممتاز اذا اللي جينا نشوفو وجينا نحقهم زي تلقوا فعلا كنين غير هذوك الميل فات الاربعة فعلا هاد تأكد وكنت نقول وانا السنة اللي فاتت ورجعوا الفيديوهات اه مش جل قلت لكم انا فيش هار جوج العام اللي الفين واتنين وعشرين قلت لكم راه غير هذوك الميل فات ديال المتصرفين اول ما معهم اللي كنت نقول المتصرفين اول ما توجيه التخطيط منا معهم حتى التخطيط مني كانوا خارجين وقال لك احنا مبغينا عش وهذه وده راه ما كانوش تهضرو على الترقيات وده كيفاش تعالج الميل فات لا تهضروش على الميل فات تهضرو على المرسوم لانا كيفاش تعالج لانا المرسوم راح صافي فضاء جوز 22 فضاء دا شي ما عندك ما غط بقى جيت القول عادي ولا ما هذي النقابات روقعات اذا هم كانوا تهضرو على المرسوم ديال التعويضات وبغيين تحسين التعويضات قال لك سيدي التعويضات ما قاد دا بالنظر الى المهام اللي تديرو الى اخير المسألة شغولوا ما دا كشي لت ادنا ماشي تنقش هون جين انا اذا نشوف مزيان ونتمحص تلقوا هذو الميرفات اللي دوزوهم وسبقهم ديولهم لانهم كلهم تخصوا يعني هذك الجهاز اللي تخدم الادارة المركزية هما اللي سبقهم هما اللي قدوا لهم الامور ديالهم وهما في المرسوم ديالتعويضات هما اللي قدوا لهم الامور ديالهم فقط ما غدتلقاش هي التدريس تما نهائيا التعويضات ولا شي نهائيا لقيت غدتلقاش يروتوش اه تصحيح اه رحي راسا شي العيبة ديالت خرب يقول هوج ديالت الفوتات شي تيسمنو وشي تيهزلو شي تيسمنو وشي تيهزلو إذن اللي جيت تلقى المرسوم ديالتعويضات والملفات اللي دازو را لحد الان را حتى هذك المتصرفين ومن معهم را باقي السناديين باقي لحد الان ما دارو مع موالو يلا لو ما انز يلا لو ما انز يعني ها ثلاثة اذن في هاد الحلقة كاملة وهاد شكول شي والتخرب يقولو جي كامل للدار يلا كينين ثلاثة المنفات اللي يعني ربعات المنفات نقولو جوج ملف واحد دي المتصرفين اسنادون ومثلات والتوجيه والتخطيط كذلك توجيه والتخطيط اللي قدوا لي من الامور في المرسول جوج 22 وانو 2001 طوام اطار رجعي باش يتقيلوا من 2001 باش يكونوا يتوزعوا ماليا 2021 22 23 23 23 المالية يتخلصوا ديال 2023 يكونوا كل شداز يكون كل شداز هد شد يتحقق فقط البييج اللي داروه هو اللي داروه من فرزو فرزوهم وفرزوهم دوك سحاب الماصر والدكتور فرزوهم خرجوهم قالي انصري ي maint attitudes عن النظام الاساسي. طوالك تينزلك النظام الاساسي. وصير طوالك تينزلك النظام الاساسي. وباش ما يعنوش لانكو كانو هادوك ما غد يتعالجوش داخل النظام الاساسي. كان سبعة وعشرين اللي فاتت. الفين واثون وعشرين. كان ملزامين. بما ان الطفاق المرحلي. توقع الطفاق. خص يكون انتفاق نهائي. كان انتفاق اولي واتفاق مرحالي او اولي في تمنتاشائي ريدي سبعة وعشرين يولز كان غد يتوقع اتفاق نهائي. رحمهم كانش باقي ما وقعش اتفاق نهائي دية الاتفاق واحد اللي كان الان اللي اتفاقها Good for our . يانير بوحدو. ركعدنا جوش اتفاقت. اذا كيف يعقى الاتفاق الاول بقي ما نهيتيش. وجايش داخل ليه في اتفاق تاني. اذا هدي هي المشكلة اللي داروما. مش هي المشكلة هم رات يدرسو داك شي عندهم دي كراك عندهم دي مونديسين عندهم دي الخبارة في هدل هملكحل. هم ما مفاهمينش ديرش الدور. بجو كدار ربجو الامور. ما يمكنش علنو مدام انا جوش تلميل فات باقي ما تحلوش. وهما مرتابطين من الميل فات السيتا. اللي اتفقوا عليهم في 18 يانير. باقين ما حلوهمش. لانهو وما غي يمكنش لهم يتحلو. حتي يتنزل النظام الاساسي الجديد. والنظام الاساسي الجديد باقي تيجري طواله. والمبادئ الاساسية ما وبغوش يوقع على النقابات في 29 شو تنفير. لان لو كن وقع على 29 ستنفير كانوا غيوقعوا الاتفاق النهائي في نهاية 31-12-22 كانوا غيوقعوا الاتفاق النهائي لانه النظام الاساسي كان جايزا. المراسيم التطبيقيا النصوص التنظيمية القرارات. يعني الملحقات القانونية كل شي كان جايز. ولكن مسائل تاكتيكية باش يجنبوا الدولة. يجنبوا الحكومة ما عندهمش باش ينزلوا النظام الاساسي ما عندهمش. الميزانية باش ينزلوه نهائيا. وهو مثل الان وباقين تتلوكو في الميزانية. الميزانية كينا بالارقام اه في الارقام باش تتجسد على ارض الواقع تغيبوها. مكينش. ايضا ايش دارو? قال لي كودي نؤاتروا تجويد الارض الى الهم الكحن. هادي كانت المرحلة التاريتة اللي تنسميها مرحلة البلوكاش. البلوكاور. نقابات اللي دارو البلوكاش. والنقابات اللي هزت الدقة. وبرأة الوزارة وبرأة العقومة. بانهم مشيهم اللي بسؤولين. بان النقابات رهية اللي يعني اطارت تجويد العرض على البرمجة الزمنية. وبالتالي المرحلة يعني تاني اللي كان من تسعود عشرين. حتى يعني توقيع الالتفاق 14 هزي مرحلة تانية. اللي كان وقع فيها البلوكاش. الوقت اللي وقع البلوكاش نقابات دارو البلوكاش. وقال لك للاخص نحن اذوك الميلفات كلهم يتدارو ميلفات آآ كلهم يعني يتعالجوا آآ في قطاع التربية الوطنية. في الوقت اللي الوازيرتي يقول لهم لا هدو الميلفات ما عندي التعالقة بهم خصوم يتعالجوا مركزيا. وبقز معكين لك الخلاف والدار بلوكاش. ويزارة ادارة مين. كش لا توقف. مبادئ الاساسية جاهزة. ساهمت فيها النقابات هي اللي ساهمت فيها تايا. بشاشارك وتوافق مع النقابات. وقال لك النقابات كانت تحضر بنظاما وتنتظام جميع الجلسات الى اخره. فهي هذك هذك المبادئ الاساسية راش شاركت فيها. اذا دفعوا هال اللجنة ديلة صياغ النظام الاساس. ومشاوا غادين خدامين وحدهم بدون يحضر النقابات لان النقابات كانوا مباش ووقعوا مبادئ الاساسية وداروا البلوكاش وبقعوا وقال كتين تاضروا في ديك المطالب اللي كانوا دفعوا رفعوا الى رئيس الحكومة الى المصالح دات الاختصاص ولكن رفعه البن موسى باش يرفعها للمصالح دات الاختصاص. اللي في شهر عشرة جاهم الرد بان التوظيف الجهوي اخر ما يمكن ان تمنحوا الدولة للمتعاقدين ب بلاطر الاكاديميات باطارين اه برقم مالي ممركز. وبالنسبة للدرجة الممتزة. كان قال لي هم هاد الميل فمين كش لننخوضو فيه الان حتى الالفين واربعة وعشرين. وربطوه مع اصلاح انظمة الطاق عود. وكاين اما ها طاوض على المناطق النائية ودكش اللي فيها دك. تيها دروش عليه نهائيا. درجة جديدة غيبوها اللي كانت يقول لك دك ساكن لك درجة جديدة خاصة تكون لمن المسار يعني المديل ومحدود في ترقية او ترقيتين الى اخرين ومحاصر في السلة. هنا غد ان هادروا من بعد كيفاش اولو هذه الدرجة الممتازة وخلوها فقط تخص الدرجة الممتازة. يعني المحاصرين في الحضاعش فقط. والمحاصرين في الدرجة الممتازة هزوا من المهم. علاش? لانهم لهوهم. عندك هناك شوية ديال الانانية وديال داك. لهوهم بالاطار دي الاستاذ باحث. الوهم. لباقي اللي حتى دي الان ما عارفينش امتى. ويستحيل يكون هو هاد السنة. يتنظم هاد السنة. ميمكنش يتنظم هاد السنة. اطار دي الاستاذ باحث. اما يعني هذك هما قللهم غدا ندخل لكم هذي شي في النظام الاساسي الجديد. انقوموا بالاحداث ديالو وغا يبقى دائما اه يعني ممأساس وغا يبقى سنويا يبقى يتنظم بدون ما نرجعون كل سنة ديرو مراسيم الى اخير. لا بالنسبة تغيير اطار تغيير اطار بالمباراة وترقية باش هادا. لا بالنسبة لاحداث اطار دي الاستاذ باحث. اللي يبقاوا من شهر داخل هما كل واحد اشتهي حلام. اذا له نفس المسار مع التعليم العالي. مع اه مساعد. مع كريت. مع نريت. الى اخير. وبقوا غا دين سارحينهم. غا دين تالفين. ملاهيينهم. اذا هذ المرحلة يدي للبلوكاج حتى الربعة عشرينين. اما الحوار روقف نهار اتنين وعشرين ماي الفين. نهار اتنين وعشرين شو تنبير? الفين واثنين وعشرين. من يكملوا من تدقيق المالي. ووزعوا السنوات المالية الميل فات على السنوات المالية تتاة وعشرين ربعة وشرين خمسة وعشرين كلا غا يمشي تلسة وعشرين. قبل. قال حوار لا يديك لا يخليك. ديك المبادية الاساسية اللي طافقوا له اللي وما بنوها. اللي كلهم شاهموا فيها. النقابات الى جانب الادارة. صافرة لجنة تقنية دي الادارة بدا تخدامها. تتجسد اذك شي بالقوانين والمسائل اللي اللي اللي. خدامها في صياحة. يا النظام العزيز. اذا المرحلة الاخيرة اللي كان جات وهي من طاف اميني وقعوا الاتفاق دي الاربعة عشرينين. بدون الاعلان عن التفاق عن توقيع التفاق النهائي دي دي الامنطاعش يناير. بل اصباحة كان مطلب. وطيطالبوا بالاجراء الاتفاق دي الامنطاعش يناير. تيدخلوا الشعبان في رمضان. اللي من بعد في اربعة عشر يناير. جاوا في المادة احداعش من اذاك المحضر. وداروا الملفات اللي غادي يجادهم. ورا كانوا كانوا علنوا عليها. البعطاعش اه في المادة احداع. ولكن تيني للملفات الاغليبية تل اربعة وعشرين. تل اربعة وعشرين. بالنسبة للدرجة الممتازة فقط اللي تقعدوا هاد السنة بيت غادروا اللي مستثناء ترخيص استثناء. يعني ملحق استثناء. او ترخيص استثنائي او قولوا اللي هو يثلم ويمكن كين الاستثناء. كين يعني ترخيص استثنائي بالنسبة اللي غايت تقعدوا هاد السنة. ومحاصرين في السنة الحادي عشر. ومستوفين للشروط ومقيادين. غادي اترقاوا الى الدرجة الممتازة قبل ترقية قبل تقاعدهم. بابتداء من فاتحيانات. من سنة اي حالتين والتقامل. الفين وثلاثة وعشرين. وغاية يستفيدوا من ثمانية شهر الى اخير شغل ما اشهر. واما الدرجة الممتازة ما قد بدأت الفاتحيانات الفين وثلاثة وعشرين. واربعة وعشرين ها. اذا الان وصلنا للمرحلة ديال اش? ديال تلاتة وعشرين. وغشت. اشتو المراحل التانية للمراحل اللي دازو. المهم جات مراحل اخرى. من بعد اربعتاش هنير ولا التدقيق فقط. التدقيق في القرارات المراسلين. مسائل اللي كانت جاهزة في شهر اتناعش في الاخير في شهر اتناعش. وهذا كشي اللي اتافقوا عليه في اربعتاش هنير ووافقت عليه. ديك اه اللي وافقت عليه. ديك المقترحات اللي كانت رفعات. وجاوبتها الوزارة في اربعتاش في اه تلتاعش يعني رقبل بالليل. باتوا تيديرو وربعتاش تصبحو يعني موقعين. هادك الشي اللي اتافقوا عليه هو اللي اه الوزارة اه يعني النقابات يعني شاركت ده ولد لجنة اه مشتركة بحضور النقابات باش تسهر على ان هادك شي اللي غديرو را غادي تصار عليه را انه غادي غادي تنفل. غادي تنزل بقارة ابي معراسين بقوانين بازارة طيب الهم لتحب. وبقاو غادي اولد عمي اللي هو شام درني بقاو غادي غادي الى اين? الى المجهولة. بتاو وصلو تاني لتاو غشرين غشت. قال لك غادي اشي ديرو. لانها من بعد من بعد اه سبعة عشرين اير دخلوه في التداول. مداولة. قطينا نعطيك الى اخرية هادو تيبها في قاعدة ذاك. في اخر المطاف. من بعد سبعة عشرين اير. صافي ولات مقترحة تتطق. من عند الوزير اخر مقترحات. وعلى الوزارة وعلى النقابات ان تجيب بمذكرة مشتركة بها المواقف. من هادوك المقترحة اللي قدمهم بالموسى. وكانوا مضطرين باش يجمعوا اجهزة التقرير ديالهم. واتاخدو كما تعلمون. يعني كنا قابا اقطاع رحة واخدات المواقف ديالها. طرحة المواقف ديالها. وقطاع رحو. يعني خمسة عشر اقتراح في مذكرة موحدة بها مقترحات مشتركة بين النقابات الاربع الاكتر تمتلية المشاركة في الاتفاق ديال. الموقع الاتفاق ديال اربعة عشرين. وقال لكو دي صافيه الامور. وراها تقادت تنهار تلاتة وعشرين. وغد نوقعه اتفاق النهار. اللي الان. سوف يموقعش تفاوض. ودخلو في ملفة التدبيرية اللي يقادوها. ووافقوا على اتناشر نقطة من بين خمسة عشر مقترح. وقال لك مقترحات تلاتة. عاوت لحهم. وقال لك ربطهم. بالحوار المركزي. لانهم عندهم طابع مركزي بالحوار الاجتماعي. حوار الاجتماعي. من اي ربطهم بالحوار الاجتماعي دول كدخلنا في النقاش. انهم غد يتناقشوا المالية ديالهم. كلفة المالية ديالهم. اتناقش في الحوار الاجتماعي. على اساس نهار عشرين. بعد ما يكونوا داروا التدقيق المالي ديالهو. وجاوبو. وفروا. يعني جاوبوا من موسى. يقولوا ليه شكيد. شنا هي الامور كباش دال. الكلفة المالية الى اخره. نهار عشرين. قد لك تقرر تقرر الموعيد النهائي والتوقيع. وصياغة النصوص تنفيذية من اجل الاجراء التنفيذ الى اخره. ومن اجل العرض هذك الشي على المجلس الحكومي في نهاية شفتنبر. اذا ندخلنا احنا الفينيش يودان. قد تحاجة بقى. اللي بقى تيحلم بان رابقى شو حاجة غادي تكون نعم نتقوله. اذاك الشي اللي تنفد نفد صافي. غادي تنفد نهائيا. او غير هذوك المقترحات هذوك غادي يناقشوا فقط الكلفة المالية ديالهم في اجتماعي مركزيا. في الحوار اجتماعي ديال شو التنفيذ اللي غادي دار فقط. الالية تكون ش كامله بجميع الميل فات اللي غادي يكون. وهاد كلفة المالية اللي غادي يتكون عكاس المالية هادو ما غيكونوش السنة نهائيا. غيكونوش السنة في المالية رغم يدرجوهم. في المالية ديال الفين والعشرين. اربع وعشرين. كده هذ سنة. هذ سنة يلا غادي يكملو شهر حدارش. غيكملو دوك ربعة الميل فات. دوك ربعة الملفات المتصرفين ومن ومن معهم. اسنادا ومسلاكانوا التخطيط والتوجيء الى اخرهم اللي غد يكونوا ملكين فقط. وما تبقى غير قتل السنة المقبلة. والسنة اللي بعدها الفيديو القدس وعشرين وجري طوالك. اذا نشوفكم في مباشر موقف دمتم في امن الله. ودائما دورهم عشرين.